انطلاقا من دورها الانساني اعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم شرعية في اليمن اطلاق حملة اغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الاغاثية والانسانية للمتضررين من اثار الامطار الغزيرة التي تعرضت لها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وبعض المحافظات المجاورة الحملة ستطلق بالتعاون مع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في ردة فعل ليست جديدة لغاثة الاشقاء اليمنيين وتقديم المواد الغذائية المواد الطبية والايوائية فتح الطرقات وسحب المياه اصلاح الكهرباء وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء السيول العاصمة اليمنية المؤقتة عدن شهدت ليلة السبت وفجر الاحد امطارا غزيرة تسببت بوفاة مواطنين اثنين على الاقل واغلاق شبه كامل لشوارع الرئيسية والفرعية الحملة التي اعلن عنها المتحدث الرسمي باسم قوات دعم الشرعية في اليمن العقيد روكون تركيا المالكي تمثل استمرارا لنهج المملكة والدول الصديقة للشعب اليمني في تقديم المساعدات التي نشاهد فصولها منذ بداية انقلاب جماعة الحوث الارهابية حيث قدمت المملكة الى الشعب اليمني الشقيق مساعدات بلغت اكثر من 13 مليار دولار لتؤكد الاحداث والمواقف من يلتزم باخلاقيات وتعاليم الاسلام ويحرص على مصالح اشقائه ومن يظهر العداء والتخريب ويقتل ويفسد في ارض اليمن للاخبارية عبد الرحمن فقيهي